خلينا نتكلم أكثر مع نجمينا النهاردة وضفنا في أستاذيسة كابتن رمضان السيد مسأخير كابتن رمضان مسأخير أبو حميد مطب صناعي غير متوقع غير متوقع يعني أنا وانا عادي باتفرج على المطش كنت لسه بقول للناس كده ناس كل الناس بتسألني قبل المطش يمكن بيوم واتنين هنعمل إيه وستبت هنعمل إيه وستبت هنعمل إيه وستبت هنعمل إيه وستبت هنكسب هنكسب تطمنه هنكسب هنكسب لأن الحقيقة ما كانش فيه أي مقدمات تقول أن المباراة ممكن نتجتها تكون خسارة الأهلي في المباراة من وجهة نظرك تحليلك للي حصل إيه أو رؤيتك للمباراة دي إزاي يعني من وجهة نظري طبعا يعني طالما فيه هزيمة فيه أخطاء توجدت يعني ممكن تبقى الأخطاء موجودة في التشكيل في بداية تشكيل في تغيير في التكتك اللي بتلعب به المباراة في طريقة اللي عبي بتلعب بيها المباراة يعني يمكن إحنا أعتقد في ملعبنا لازم نغير طريقة اللي عبي لازم نغير طريقة اللي عبي والطريقة اللي هي اللي إحنا الحقيقة قصرنا بها الدنيا مواسم كتيرة جدا 4-2-3-1 4-2-3-1 وأنا كمان بشوف أن الحقيقة أفشى في الفترة الأخيرة آخر مباراة دي ثلاثة خلاص هو ده أفشى يعني هو ده أفشى أفشى رجع رجع فلازم يتوجد له مكان لأن أفشى مش لعيب رقم عادي لا أفشى بيتحكم في رتم اللعب أفشى صانع لعب أفشى بيتحرك بين الخطوط بشكل كويس قوي بيوصل الناس للمرمة دور مهم جدا 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 في غياب أفشى الحقيقة الدور ده بيقل بشكل كبير جدا جدا ده حاجة وحاجة مهمة يلعب نص ملعب ما يلعبش طرف رطم عاشة أفشى لما بتودي ناحة اليمين أو الشمال بيقل خمسين في المية خمسين في المية يعني طب أنا ليه ما أنا عندي وأنا عمل به آخر مباراة مع المقاصة مع احترامي طبعا يعني لعب جيم حلو بصراحة لكن أفشى عامل جيم فرقة كلها بصراحة عامل جيم أنا بكتلم وبحبت دلوقتي على دور أفشى يعني دور مهم جدا 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 دور مهم 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 نقعد دور مهم يعني فلازم نغير طريقة اللعبة ونلعب نلعب نلعبنا الحقيقة احنا يمكن لما بنلعب نطلع بره اه لما بنطلع بره أنا ممكن نلعب أربعة ثلاثة ثلاثة ما فيش مشكلة بس بتوظيفه بشكل غير اللي احنا لعبنا به يعني احنا لعبنا وما ضغطناش وفي نفس الوقت سيبنا نساحات في ناس على فكرة برضه عشان نقول كله جهة النظر كابتا نامضان وحب ان حاجة ترد دي جهة نظر جميع مهمور يعني في ناس بتقول انه الطريقة دي احنا لعبنا بيها وانه قدمنا بيها عروض قوي جدا وكسبنا بيها الزمالك على فكرة الخماسية وكسبنا بيها عملنا فيها في الدوري هنا مطشاط رائعة كسبنا بيها الهلال السعودي في طول التكسل العالم المشكلة للناس ممكن تبقى شايفاها تانية هي فكرة انه الاهلي بين التلات خشبات يعني انبراح كم التزديدات رهيب ولا واحدة بينهم بين التلات خشبات وفيه تلات اربع فرص محققة تقريبا يعني تقول فرص الجول اكيدا دوعت الناس شافت ان المشكلة في غياب التركيز في الحتة دي مش في الطريقة وفي التشكيل اختاروا مستر المسلمين لا وفي دي جمان يعني انت لما نجي نتكلم يا احمد على مبراطة الهلال السعودي ده نموذج نموذج لتطبيق الاربع ثلاث ثلاث نموذج بس انت طبقتها ازاي انت اشتغلت عملت ضغط من قدام ضغط متقدم بس الضغط المتقدم ما كانش بالثلاث مهاجمين بس ده الضغط المتقدم كان بالثلاث مهاجمين وراهم الثلاثة بتعوص ملعب حمدي والسلية واليو ديانج مفيش يا دوبك عشر يارضات وورا الثلاثة دولة الاربعة بتوعنا اللي هم تحت اذا كان علي معلول او اذا كان محمد هاني او اذا كان ياسر او اذا كان عبد المنعم الاربعة يعني انت بتلعب في تقدر تقول في وقت كبير جدا من المباراة في خمسين يارضة الضغطة دي تقدر تعملها احنا امبارح لو انت هتقدر هتنفذ ضغط مش هتعرف بالشكل طريقة اللعبة اللي احنا كنا نلعب بها وفي وقفة اللعيبة انا تبدأ اولا احنا ضغطنا شوت الاولاني هو المدرب المدير الفني هو في حاجة برضو دي انا شخصان لاحظتها كورتنا في مواجهة كورت سانداونز بصرف نزع اسماء والطريقة تاني كورتنا في مواجهة كورت سانداونز كانت كورة بطيئة جدا كورتهم كانت سريعة جدا هم هو الراجل قسم المباراة هو لعب الشوت الاولاني علينا ضغط وضغط من قدام ما تدلكش فرصة انك تحضر ما تدلكش فرصة انك تشارف التلت الوسطاني وقال لك اكبرك انها تعمل ايه ان الكورة طويلة يعني اكبرك ان تلعب الكورة طويلة الشوت التاني هو لعب زون نص ملعب وكان برضك يعني بفكر انه هو عارف ان انت هتديله مساحات وهو بيعرف يشتغل في مساحات بشكل كويس قوي عنده اللعيبة اللي في وسط الملعب ما بيتخضوش يعني لا بالعكس ده بيمسكوها وفي وسط الزحمة دي ويقوم نائل ومرر وحطوا تسروه وشتغل وبسكة وبعدين عنده كمان لعيبة تعرف تعمل اختراكات ما بين العيبة ما بين الخطوط يعني في حوالي عشر كور في المباراة الحقيقة حد بيقوم معامل دريبل يعمل اختراك يضرب خمس ستة يرضى وبيضرب يضرب اليوديانجي يضرب سلية يضرب حمد فترة يفكروني دلوقتي بيقولوني يناس كتير يقول المطش بتاع انبراح ده فكرهم أو بيقولوا يشبه المطش بتاع مصر والجنوب أفريقيا اللي جنوب أفريقيا خرجتنا فيه من بطولة أمم أفريقيا اللي كانت على أرضنا هنا بالضبط شبهوا جدا شبهوا جدا شبهوا بالضبط كبير جدا جدا فبالتالي احنا زيان بقولك هي مش مسألة حتى الطريقة قد ما مسألة التطبيق انا لو خدت مبارات الهلال السعودي نموذج بس ان شاء الله بقى تلعب اي طريقة لعب لكن خد نموذج ان انت بتطبق طريقة 4-3-3 بس اتطبق بالشكل ده شبهوا جدا